السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين النهاردة 13 ديسمبر 2023 حاليا انا موجود في العاصمة الادارية الجديدة هناخد جولة سريعة كده في منطقة الوزارات بان فترة ما صورناش ناج فبازن الله تعالى هناخد جولة في منطقة الوزارات وهي يعني نعدي على منطقة الباهو الفرعوني ونشوف الدنيا وسط لحد دي فين زي ما حقا عارفين منطقة الوزارات دي في العاصمة الادارية الجديدة تعتبر هي القلب النهبط للعاصمة الادارية الجديدة على مساحة خمسمائة وخمسين فدان الوزارات دلوقتي تعتبر شغالة تشغيل تجريبي لحد دلوقتي في العاصمة الادارية الجديدة عندنا دي وزارة العدل هتقابلنا لها طبع معمار مميز هي وزارة الخارجية في النص بينهم كده هيكون مبنى رئاس المجلس الوزارات زي ما قلتوا حضراتكم مساحة حي الوزارات كله خمسمائة وخمسين فدان دي كده وزارة العدل بعد منه رئاس مجلس الوزارة بعد منها وزارة الخارجية التلات مباني لهم تصميم مختلف عن باقي المباني الحي كله عبارة عن 34 مبنى بيشمله الوزارات والهيئات الحكومية وبعض المباني خاصة برئاسة الجمهورية ده كده مبنى رئاس مجلس الوزارة زي ما حاكم شايفين احنا نتابعين العمل هنا في العاصمة الادارية الجديدة من ايام كانت الدنيا هنا صحرة بسم الله ان شاء الله الدنيا اتغيرت واتطورت خالص على دينا اليمين بقى دي منطقة ساحة الشعب مساحة جبيرة جدا وضخمة في قلب تتوسط المسافة بين منطقة الوزارات ومجلسي الشعب والشورى مخصصة للاحتفلات ده كده مبنى وزارة الخارجية زي ما قلت لحضراتكم هو له طابع معمالي برضو مميز هو وزارة العدل انتوا بسيات رايحة وجاية في الموظفين الموجودين الوضع اختلف تماما عما كنا بنصور الاول كنا بنقول ان شاء الله هينقله امتى هينقله امتى دلوقتي الوزارات كلها شغالة بس تشغيل تجريبي يعني تقريبا فيه 4000 موظف تنقلوا لحد دلوقتي في العاصمة الادرية الجديدة بالاضافة للسكن الخاص بالموظفين في مدينة بدر برضو تقريبا سلموا 4000 شقة او 4000 وحدة سكنية في شرق الروبيكي في مدينة بدر هنطلع برا كده على المحور الرئيسي ده كده محور المحور الرئيسي او محور الوزارات قدام حضراتكو لو انت جاي من عند مسجد مصر الكبير هتعدي على المحور ده كده ده كده باهو الفرعوني قدام حضراتكو في ظهر على طول مبنى او القصر الرئيسي ازا ما حضراتكو شايفين ده كده منصة معمولة لاحتفلات في مدخل ساحة الشعب بسم الله ان شاء الله ده يعني الدنيا مختلفة تماما هنا في المكان زي ما قمتل حضراتكو ده كده محور الوزارات او محور الرئاسي لو انت جاي من عند مسجد الفتاح العليم من عند الطريق الدائري الاوسطي هتطلع من عليه هيجيبك لحد هنا مباشرة كل دي ساحة الشعب زي ما حق شايفين عرض الساحة كده تلتمية وستين متر في طول الف ومتين متر هي الساحة طبعا مخصصة للاحتفالات وفيها اتنين مسرح مكشوف وفيها اكتر من نفورة بسم الله ان شاء الله يعني المكان جميل جدا ويصبح اكتر من رائع زي ما حققوا عارفين ومتابعين معنا الناس ترجع للفيديوهات القديمة ممكن احطولكو في نهاية الفيديو اه فيديو قديم كده للساحة ايام ما كانت لسه تحت الانشاء دي كلها بوابات اه على شكل اه طبعا التصميم الموجود في منطقة الوزارات وساحة الشعب هو التصميم المصري القديم اه تحس ان انت المكان كله عبارة عن تصميم مصر قديم معابد مفتوحة بالاضطراز المصري القديم كل ده ساحة الشعب على قديمنا اليمين كده زي ما حققوا شايفين بوابات وكده على قديمنا الشمال مجلس النواب ده كده مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة علشان الناس تتابع معنا في ظهر مجلس النواب على طول مجلس الشيوخ في ظهر على طول والركابة الادارية وزي ما شرحنا قبل كده وقلنا ان مجلس النواب ورئاس مجلس الوزراء والبنك المركز المصري والبرج الايكوني الاربع معمولين على استقامة واحدة يعني لو انت واقف قدام البوابة هنا هتشوف قدامك البنك المركز المصري ورئاس مجلس الوزراء والبرج الايكوني هنكمل جولتنا كده وهنتحرك لمسجد مصر الكبير ده كده النفورة الموجودة وده سير العلم الموجود في قلب ساحة الشعب هنا كده في المكان اللي احنا موجودين فيه هتلاقي في ظهر البوابة دي على طول فيه مصرح مكشوف وبعد منه فيه مصرح مكشوف تاني معمولين الاحتفالات كل ده كده سياحة الشعب وصدنا على طول دلوقتي وزارة العدل احنا لفينا آآ حوالين المكان بالكامل ده كده مجلس الشيوخ بدأ يظهر في الصورة وده مجلس النواب طبعا المكان ده بالكامل صور مصورينه هو كان لسه صحراء ما كانش حد يتخيل ان هو بحب بالمنظر الموجودة الاجواء هنا دلوقتي اجواء شتوية جميلة جدا في العاصمة الادارية الجديدة هناخد يمين وهنروح عند آآ عند المحطة بتاعة المونوريل اللي هم شغالين فيها دلوقتي عند منطية الوزرات كده اصبح لقدينا الشمال مسجد مصر الكبير بالساحة الامامية بتاعته كل دي ساحة امامية قدام مسجد مصر الكبير ده اكبر مسجد موجود في مصر حاليا على مساحة مية وستاشر فدان سمحتكم شايفين بسم الله ما شاء الله المكان جميل جدا يعني ما كنتش متخيل ان هو هيبقى بالعظمة دي كده طبعا المكان هنا بالليل اضاءة وشكل مختلف تماما عن آآ بالنهار دي فترة ملاحظ هنا في العاصمة الادارية الجديدة ان في آآ بقى في رحلات كده للسياح بتيجي هنا عند المسجد والسياح بيتصوره بسم الله ان شاء الله في حركة يعني معقولة هنا في العاصمة هنكمل على طول احنا كنا بقيتين فيديو من المكان احنا وقفين فيه دلوقتي لو دخلنا يمين هنلف نفس اللفة هنكمل العطول في نفس المحور اللي احنا ماشيون فيه كده اصبحت الوزرات على قدينا اليمين وعلى قدينا الشمال منطقة ولاشان الناس تتابع معنا زي بطاقكم شايفين ده كده منطقة الوزرات اصبحت على قدينا اليمين وعلى قدينا الشمال منطقة. قدام حضراتكم اللي هناك دي المحطة الخاصة بمنطقة لوزرات. هنا في برك كبير جدا معمول للسيارات. وفي اه منطقة خاصة بالمحلات والمطاعم. زي ما حالكم شايفين هنا كده المنطقة اللي قدامكم دي كلها مخصصة للسيارات وفي منطقة كده معمولة للمطاعم والمحلات فتحت وش اشتغلت دلوقتي الناس بتروح تقعد هناك يعني الكافيهات ومطاعم. الشارع اللي احنا مشين فيه ده اه هو الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات ومنطقة الداون تاون ولو كان مننا على طول على نفس الاستقامة بتاعتنا دي هنروح عند الحي المالي. ده كده على ايدينا الشمال ده منطقة الداون تاون وده المبنى الخاص بالداتا سنتر وده مصار المونوريل وده المحطة المخصصة لمنطقة الوزارات. زي ما حالكم شايفين دي كلها توساة للموظفين. وده كده المحطة الخاصة بالمونوريل. طبعا الكتار الكهربائي شغال دلوقتي من محطة عدل منصور للعاصمة الادرية الجديدة. لسه المونوريل المنتظرين ان هو ان شاء الله خلال اشهر هيبدأ ان هم يشغلوا. دي كانت جولة سريعة كده في منطقة الوزارات. الناس ما تنساش تعملها لايك للفيديو سبسكرايب لقناة المهندسين الوطنيين لو انت اول مرة تتابعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة